الموت لخضاة عثمان الموت لخضاة عثمان الموت لخضاة عثمان الموت لخضاة عثمان اسمع يا أبا عبد الرحمن لقد كان عثمان بن عفان خليفتنا فإما أن تقدر بطلب دمه وإلا فأتزلنا أجل يبنى أبي سبيان بعد أحداث مقتل عثمان رضي الله عنه أخذت السيدة نائلة بنت الفرافص رضي الله عنها زوجة عثمان رضي الله عنه أخذت القميص الذي قتل فيه عثمان رضي الله عنه وعليه دماؤه وعليه أصابعها وكفها التي قطعت وهي تدافع عن زوجها وعن خليفة المسلمين وأعطت كل ذلك للنعمان بن بشير رضي الله عنه وقالت له خذهم الى معاوية بن ابي سفيان فهو وليه وحمل النعمان بن بشير رضي الله عنه هذه الامانات الى معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه بالشام فلما وصلت هذه الاشياء الى معاوية علقها على المنبر في المسجد وبكى واقسم ان ينتقم وان يثأر لعثمان رضي الله عنه ووافقه اهل الشام جميعا على ذلك وكان فيهم الكثير من الصحابة كابي الدرداء وعباد بن الصامت وغيرهم رضي الله عنهم جميعا وكان ابو الدرداء قاضي الشام ومن اعلم اهلها وافتى رضي الله عنه بوجوب اخذ الثأر من قتلة عثمان رضي الله عنه فجلس سبعون الف رجل يبكون تحت قميص عثمان بن عفان ويقسمون على الاخذ بثأره هذا ثوب عثمان هذا ثوب عثمان ابن عفان الذي اخنا غدرة قتل بعيد باردة وبخلوب اعماها الله على العقل قتل الامام له النجوم خواضعه والشمس بازغة له بكسوف جلهف نفسه ان تولوا قدوة بالنعش فوق عواضق وكتوب هذا خميص عثمان هذا ثوب عثمان ولما بلغ علي رضي الله عنه هذا الخبر خبر مقتل عثمان وقيل كان بحضرة علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان الحسن والحسين وعبد الله بن الزبير ومحمد بن طلحة فلطم علي الحسين وضرب الحسن في صدره وسب عبد الله بن الزبير ومحمد بن طلحة وقال لهم كيف يقتل عثمان وهو بين ايديكم ثم قال اللهم اني ابرأ اليك من دم عثمان فقالوا لعليا ان المتمردين قد ندموا على ما فعلوا فقال لهم كمثل الشيطان اذا قال للانسان كفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين اين دفاعكم عن خليفة المسلمين تبا كيف قتل عثمان وأنتم على الباب كيف اللهم اني ابرأ اليك من دم عثمان اللهم اني ابرأ اليك من دم عثمان اللهم العن قتلت عثمان اللهم العن قتلت عثمان ولما بلغ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أمر قتل عثمان استغفر له وترحم عليه وتلا في حق الذين قتلوه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعماله الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعه ثم قال سعد اللهم أندمهم ثم خذهم ودعوة سعد مستجابة لدعوة الرسول لسعد أن يستجيب الله دعاءه واستجاب الله عز وجل لدعوته فقد أقسم بعض السلف بالله إنه ما مات أحد من قتلة عثمان إلا مقتولا وتأخر بعض هؤلاء القتل إلى زمن الحجاج وقتل على يده ولم يفلت أحد منهم من القتل توقف أيها الأمير هذا عمير بن ضادئ كان في يوم الدار في مقتل عثمان بن عفان وقد داسه وكثر لخط العين إن في قتلك صلاحا للمسلمين أضرب علقه ووصل هذا الخبر إلى السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وكانت في مكة هي وجميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم للحج وكنا في طريقهن إلى المدينة عائدات من الحج حين بلغهم مقتل عثمان فرجعنا إلى مكة مرة أخرى ولما علمت السيدة عائشة بمقتل عثمان قالت تركتموه كالثوب النقي من الدناس ثم قربتموه ثم ذبحتموه ذبحتموه كما يذبح الكبش فقال لها مسروق وهو من كبار التابعين هذا عملكي أنت كتبت إلى الناس تأمريهم أن يخرجوا إليه فقالت لا والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت لهم سوداء في بيضاء حتى جلست مجلسي هذا وصدقت رضي الله عنها وأرضاها فيما قالت والذي كتب الرسائل هو الذي زورها على لسانها وعلى لسان الصحابة وكما ذكرنا أن رؤوس الفتنة كانوا يزورون الخطابات التي تسيء إلى عثمان رضي الله عنه وينسبونها إلى الصحابة كذبا وافتراءا حتى يؤججوا نار الفتنة ويصلوا إلى ما يريدون وبعد أن رجع أمهات المؤمنين إلى مكة انتظرنا إلى أن يرين ما تصير إليه الأمور